انا عارف ان انتو صدقتوا جدا من كتر المعلومات اه حقيقة الفوق بتاعت الكارتة الموشن والبيوميكانيكس محتمى تاعتناتكم لي على الاناتومي واحنا هنرسم الاناتومي مع بعض بتاع كل سنجل بون يعني كل سنجل بون في الكاربس لها اميكيشن من البيوميكانيكس والموشن دي الكابيتيت جنبها الهميت في very strong ligament مبين الكابيتيت والهميت مبيش اي موشن بتحصر مبين الكابيتيت والهميت غير very minor gliding motion بالضبط زي سيكرويليك جوينت في very strong ligaments و flat joints دي تربيتويت والتربيزيوم نفس الموضوع في very strong ligaments attaching the trapezoid to the capitate and the trapezium to the trapezoid so ده wildly Rey it acts as crossover Elijah and and بطريقة concave وconvex عشان كده ما بمصور lateral view دائي الترابيزيوم والترابيزويد anteriorly oriented عن الكابيزويد والهامات. نفس الموضوع المتكاربال التاني والمتكاربال التالت البيسد داو اتتشد بالسطرونج لالترابيزويد والكابيزويد يعني احنا عندنا central fixed functional unit of the hand and wrist. there is no motion between الستة بانس دول. وهم دول اللي بيكونوا الاكسس او اللي بيحصى عليهم كل الموتين. يعني الثم متكاربال والمتكاربال الرابع والخمس they are mobile joints. الثم بيعمل circumduction والمتكاربال الرابع والخمس بيتحرك على وده اللي بنسميه the adaptive arch بتاع الهاند. كل information بتقال هنا لها application بعد كده. فالadaptive arch وبهاند هو اللي بيعمل opposition وcopying. احنا احنا قلنا انه distal carpal row is one bone. الproximal carpal row هم تلك bones. وعندما ال radius والغنر. بص للكابيتات في ال diagram ده. هتلاقي الكابيتات أنصصه مع السكفويد ونصصه مع اليونات. يعني الجونت نصه بيارتكيليات مع نصه الارتقليات مع رسكاويد ونصه مع الريونات. الريونات. احنا عندنا تو تايبس فيه الريونات الارتقليات مع ال بس وفيه ليونات ليها مع الالهامات. ودي بس من يعني ليها مع الريونات بس في حاجة ليها ايها clinical application وهو lister stuporchule لما بوسع lister stuporchule هنا بتحسه clinically just distant to it هتلاقي proximal pole of the scaphoid مش the scaphaly net ligament يعني اي tenderness just distant to the lister stuporchule it's a proximal pole scaphoid لما تحسي tenderness على scaphaly net ligament لازم تروح أكثر من خمسة مل برضو في الاناتومي في حاجة اسمها the unit coverage index at the aim of the unit covered by dista radius usually the coverage of the unit هو 50% من the surface area of the unit احنا ليه بنشوف هذا الكلام ان فيه patients عندهم under translocation of the unit او قلنا translocation of the corpus بتلاقي ال unit completely uncovered by the radius وليها application تمام في camebox disease هل لما تبقى covered بكلها بيجالهم camebox disease ولا لما يبقى covered بجزء منها edge منها عادة هلما يبقى covered edge منها بيبقى عليه loading وسترس ريزر بيحصل لون fractures تابعي بس نيكروز تابعي بس نتفن يوتر هكام يوتر كلها نيكروز برد من الابلكيشن اللي هنتكلم عليها بالتفصيل بس بس worth mentioning هنه في السكافويد من يونيون الويست من يونيون الويست بيبقى opposite ريجل ستايلويد واي موشن بتحصل بتبقى شيرين موشن و و فكشن بيعمل درجمان عند ريجل ستايلويد بيحصل اول سايل من 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 وهو الارثروزيس اللي بيحصل عن ال ريجل ستايلويد طيب احنا قلنا الليجيمينز قوية في ديستان كاربا رو طيب اللي بتاتاكش البروسمال كاربا رو بال ال ال ديستان احنا عندنا الاسكافو ترابيزيو ترابيزويد والاسكافو كابيتات لجيمينز وال ترايكويتو و هميت لجيمينز بيارلاكس لجيمينز ما همش very strong لجيمينز فبيالاو موشن علشان كده هم دول المشن الليجيمينز 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 لالترايكويترم بس اليونيت مفيهاش ليجيمينز اللي بيحصل على الحقيقة لأ، اللي بيحصل ما بين الهامات والترايكويترم والسكافويد بيحصلها لأن دي صحيح هي لاكس بالنسبة اللي ما بين بس هي مش لاكس قوي، فبيحصل وبيحصل على الترايكويترم الحميه اللي تصدق نергries الفة في ال Inn pada الدنيا بيحصل على مصور على المصور وبيحصل على ه Testament وترايكويترم إلى مصور على المصور وبيحصل على أشداء بيحصلها ولما تبص على هتلاقيها وده سؤال بيتون ياسر قبل كده انها طيب. في حاجة مهمة جدا ان معظم بتحصل عند مش بتحصل عند ليه? لانسبب اللي قمناه. ان دي هي لعج صحيح. بس بيحصل بداية بس عندها انما معظم الموشن بيحصل عند في حاجة غلط في الرسم هنا. دايما لو بتعمل بتبص على في بتلاقيها يعني لو بصيت على على X-rays plane A-P X-rays. والإيتي اليونيت is a triangular in shape. يبديه an extended اليونيت. لو لقيتها مربع يبديه flexed اليونيت. راديل نبياشة بنوع العكس بيحصل كومبريشن مبين التربيزيوم والترابيزويد والسكافويد. ففي بقى في نارو سبيس رادياني. لو بيقين نارو سبيس رادياني الاسكافويد tends to flex. وبيزهر الاسكافويد ring sign. وبيحصل على الليجامت المبين الترايكويترم والهاميت. لما نبص للاتران view. انا بنلاقي ان الكابيتيت واليونيت والراتيس على one axis. ممكن بفيه انجيليشن عشر درجات ما بين اليونيت والديستابيز او الكابيتيت الاسكافويد تتبقى orientated. اقتنانجل اربعين لستين درجة من هذا الاكسس. يعني الاسكافويد انجل من اربعين لستين. الراديو اسكافويد انجل من اربعين لستين. الاسكافويد انجل بين الكابيتيت والاسكافويد من اربعين لستين لان هما كلهم على one line.